أما هلأ نرسلنا لمساحتنا القانونية واللي رح نحكي فيها اليوم عند الوصية والوصية الواجبة وفق القانون السوري فالوصية معروف عنها قانونيا بأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطرق التبرع سواء كان عينيا أو منفعة وشروطة ومبطلاتة وأبرز التعديلات التي طرأت على الوصية قانونيا هالمعلومات كلها رح تعرفنا عليها ضيفتنا المحامية للإستاذير النديب صباح الخير وأهلا وسهلا فيك صباح النور سلمة صباح النور نور دائما معك نتوقف عند محطات مهمة بالقانون لأنه يجب الاطلاع على كتير من التفاصيل اليوم لكل الناس ومنها الوصية يعني دائما نسمع تفاصيل صار مشاكل بالوصية هاي الوصية فعليا صحيحة قانونيا ولا يمكن يتم بطلة خلينا بالبداية نعرف شو هي الوصية يعني الوصية الشرعية القانونية الصحيحة شو هي نعم الوصية هي قانونا تصرف مضاف إلى ما بعد الموت وهي عبارة عن طبعا تصرف قانوني يعني نحن هلأ بنسمع حيانا أنه والله الأب قبل ما يتوفى قال أنه الأرض الفلانية لأبني الفلاني وقال أو مولأ ابني مثلا لفلان من الأشخاص وقال كمان أنه هذا البيت بده يأخذه فلان من الأشخاص حكي شفهي ممكن نعتد فيه بعدين بوسائل إثبات معينة ولكن الوصية هي تصرف قانوني تصرف قانوني يعني عقد عقد بين شخص وصة وشخص أوصية له بين موصي وموصى له هذا العقد يحتاج إلى تثبيت أو إلى أنه ينعقد أو أمام كاتب عدل فهو عقد تماما يحتاج إلى إيجاب وقبول يعني أنا كموصي عندي الإيجاب بقول أني بدي وصي بالعقار الفلاني لفلان الموصى له يحتاج الوصية أن يوافق على هذا التصرف فهي هي الوصية قانوني الوصية هي تصرف مضاف إلى بعد الموت بتصير الوصية وبيصير العقد أثناء حياة الشخص الموصي ولكن تنتقل الملكية وبتم تنفذ الوصية بعد الوفاة طيب هون خلينا نحكي عن الشروط اللي يجب أن تستوفيها الوصية لحتى تكون ملزمة يعني بنعرف مثل ما قلتي في جزء ممكن يكون شفهي فهذا يمكن إثباته أصعب من ما تكون الوصية موجودة ورقيا أو بطريقة قانونية على الأقل نعم هلأ فيه شروط لصحة الوصية لحتى تكون صحيحة نحن كل ياتنا منسمع أنه لا وصية لوارث فلما بيجي الشخص بيوصي لحدا هو أصلا بعد وفاته هو وريث من الورثة فهنا هي الوصية غير صحيحة إلا إذا أجاز الورثة يعني بقية الورثة هون صحيحة مثلا ما نقول الأب كل الأملاك بإسمه يعني ما عمل مثلا هون الوصية كيف بتتم يعني مثلا ممكن يكون فيه شراكب الوراثة مثلا أهله وكذا ولا لا إذا هو حاطت وصية خلص للأبناء شرعيا هي للأبناء ضمن الوصية هلأ نحن عم نحكي عن الشروط هلأ فيه نحن نميز بين أكتر من قصة هلأ نحن نعطي مثال عملي لحتى تكون المفاهيم يعني واضحة شخص يمتلك عدة بيوت عدة منازل يستطيع هو هذا حر ماله وهو على قيد الحياة وهو يملكهم هذا الأب بيملك هذول البيوت كلهم بإسمه بننزل على صحيف على السجل العقاري منقول أنه هذول البيوت كلهم بإسم الأب هذا الأب هو حر بالتصرف بأمواله ولكن مو بوصية ممكن يبيعه بعقد ينقل الملكية لأبنه واحد من أبنائه دون بقية الأبناء هلأ هو يمكن يكون شرعا أنه فيه شوية يعني ظلم ليه لأنه هو عم يعمل يمكن مع الأيام يصير فيه بعد وفاته يصير فيه أحقاد وضغائم بين الأخوي ولكن بجوز هو عنده وجهة نظر بجوز حدا من الأولاد كلفه على حياة عينه بموضوع معين مبلغ طائل من المال فلحتى هو يعوض الأبن الثاني راح كتب له نحن حتى بالمصطلح العامي كتب له شيء من أمواله بغض النظر هذا الشخص يمتلك حق الملكية لأمواله فهو يمكن اشتراه فعلا أن الابن دفع حقه واشتراه فالأب عمل نقل ملكية نحن هون ما دخلنا بالوصية أبدا هون في نقل أموال بطرق معينة لإنسان حر ينقل أمواله لأي شخص بده هذا حرية شخصية نحن عنا حق الملكية حق مصان في القانون السوري ولكن نحن عم نحكي عن الوصية الوصية اللي هي مثل ما قلت هي تصرف قانوني بدي أنزل اكتب أنه هذا عقد عقد وصية يعني هذا وصية إذا كان تاتب ورقة بالبيت بدي تتثبت فيما بعد طيب الوصية إذا ها بتتثبت بعدة طرق بس ها ممكن يوافقوا الورثة بعد وفاة الوالد مثلا إنه صحي الوصية مضبوطة والوالد قال هيك وإنه أقروها فبينزلوا بس بيسبتوا تثبيت تثبيت رضائي بس إذا صار في خلاف إنه حدا من الورثة قال لا هذا العقد بيطعم فيه إنه ما صار هيك ما عليه توقيع لا الوالد ما كان بصحة عقلية سليمة لما كتبه فهو طعم بهاي العقد بهاي الورقة بهاي الوصية فبصير في خلافة بينزلوا على المحكمة الشرعية بيرفعوا دعوة بتنحل الموضوع يا بتثبت الوصية حسب أهل لأننا عنا بالقانون البينة على ما ندعى أنا ادعيت إنه هاي الوصية باطلة مثلا بدي جيب أدلة بدي جيب إثباتات كل دعوة إلى خصوصيتها إلى تفاصيلها اللي هلأ ما فينا نحنا نقول كل دعوة شو تفاصيلة بس بالنتيجة بده يظهر الحق فيا بتكون الوصية صحيحة فبتثبت يا وتنفز يا بتكون الوصية باطلة فبتلتغى هذا وصية هذا غير الشيء تاني هذا اللغة اللي كتير تسأليني عنه استفسار صغير حضرتك قلت بالبداية إنه لا وصية لوارس نعم هلأ بتشرحها طيب الوصية لمين؟ يعني ما هو هلأ أصدق إنه الشخص ممكن يعمل وصية لغير أقاربه هذا هو المقصود فيه يعني الوصية هيك تستخدم قانونيا وليست للأبناء لأنه الأبناء أو الزوجة فهنن أساسا رح ياخدوا مثل ما بيقولوا ميراسون حسب الشرع نعم أولا لا وصية لوارس خليني أشرحها بدقة شديدة لا وصية لوارس أنا أم عندي ابن رحت إنه وصيته وصيت له بأملاكي هاي الوصية باطلة بس مو باطلة بالمطلق إذا الورثة البقيانين قالوا معلش هذا وريث ونحن نضيانين وما بدنا حصتنا وعطي اللي بدك يا لهذا الابن أجاز الورثة بس إذا أنا بدي وصي لشخص مو ابني ولا وريثي أصلا إذا توفيت لرفيتي مثلا بدي أكتب شيء من أملاكي لرفيتي يجوز يجوز بحدود تلت أموالي إذا جاوزت التلت فأنا أحتاج إلى موافقة الورثة إذا ما وافقوا بس التلت بيحق اللي وصي بدون موافقة حدا يعني تلت أموالي حرة فيهم أنا بوصي فيهم لحد غريب ما بيقربني أبدا أنا حرة كثير بنسمع عن هاي الحالات بالدراما مثلا جخص ما عنده أولاد أو مانو مثلا مرتبط أو مانو متزوج أو حتى متزوج وما جاب أولاد أنه غني كثير والله وصى لجمعية معينة بكل أمواله إذا ما في ورثة حق أخواته أو بقية أهله شو بيصير إذا في ورثة يحق له بتلت الأموال فقط حتى لو وصي؟ هو يحق له أن يوصي فقط بحدود التلت أموال لا يحق له أن يتجاوز تلت أمواله في الوصية هذا الحكي لازم في نقطة كتير كتير مهمة هذا الحكي بالشريعة الإسلامية الطوائف الأخرى نحن حتى بنص القانون المعدل الجديد أنه هن قواعد بتحكمهم مختلفة عن قواعدنا نحن بالشريعة الإسلامية فمثلا الطائفة المسيحية يحق أن يوصي بنص أمواله دون موافقة أحد إذا تجاوز النص لأننا الشريعة الإسلامية تلت الأخوان المسيحية نصف أمواله في طوائف أخرى في مزاهب أخرى يمكن بيحق له يوصي بكل ما يملك دون أن يوافق أحد هن نحن راعينا أحكام كل طائفة وكل مزهب هذا بالاستناد إلى هذا القانون السوري قال أنه كل طائفة وكل مزهب إلى خصوصية استناداً لدستور استناداً لحرية الطوائف وحرية المعتقدات الدينية هذا شيء محترم في القانون السوري وحتى بالتعديل الجديد لما يصير فيه خلاف بين الورثة بموضوع الوصية كان زمان أن المحكمة الشرعية هي المحكمة المختصة بالنظر بهذا الموضوع بالتعديل الجديد لأن المحكمة الشرعية مختصة بالنظر بالأشخاص المسلمين المحاكم المزهبية والمحاكم الروحية كلهم حسب طائفته تستطيع المحاكم يعني على التعديل الجديد تستطيع المحاكم المزهبية والمحاكم الروحية اللي هي لإخواننا المسيحيين أن تنظم وثيقة الوصية وأن تحل الخلاف اللي بيقع بين الورثة نتيجة موضوع الوصية فهذا احترام للمزاهب والطوائف ونقطة كثير مهمة لما نقول الشرع أوصى بتلت فينا نقول الميراس أنه هو فعليا فيه الشريعة الإسلامية الشريعة الإسلامية هي نقطة كثير مهمة لأنه ممكن تكون الوصية مبنية عن حالة انفعال ممكن تكون الوصية مبنية عن حالة غضب يمكن الأب قرر هيك فجأة ما بده يوصي بكل أملاكه لأولاده فهون عم نحس أنه نوعا ما في عدل من خلال هذا القانون تقييده بمبلغ معين بمقدار معين ممكن يقول لك أنا بدي يوصي بكل أملاكي مثلا الأبني الكبير والصغار بدي يعطيهم هل أد يعني حسب هون لا حسب فينا نقول فيه شخص يعني الأهل أو الورثة يرفعوا دعوة ويطبقوا هذا القانون بما كينا مثل ما قلنا كل الشريعة الإسلامية بيرجع لهم كل شي فوق مقتار تلب الشريعة الإسلامية أو فوق النصف بالنسبة للأخوة المسيحيين بيرجع للورثة ولا يحق للموصى له أن يأخذه إلا إذا أجال سبقية الورثة هذا القانون مادة واضحة وصريحة طيب هلأ نرجع لنقطة تانية كنتي بدأت حضرتك الحديث فيها وقلت لما فرقتي بين الوصية وبين النقل الملكية إذا لا قدر الله أحد الملاك فينا نقول سواء الأب أو الأم توفى وكان عامل نقل ملكية لجزء من أمواله هل يستطيع باقي الورثة رفع دعوة على هذا الموضوع أو لا 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 لألك ليش لأنه أنا لما بكون على قيد الحياة عندي أموال معينة عندي عقارات معينة هدول بإسمي تمام هدول بإسمي أنا بحياة عيني حر نقلتهم فأنا لساتني على قيد الحياة أني ما عادوا بإسمي لأنه نقل الملكية ولا البيع والشراء مو تصرف وضاف إلى بعد الموت مثل الوصية الوصية تظهر ثم يكون فيه خلال يعني فيه حالات مش بقانونية نعم نحكي فيه حالات نسمع فيها وعايشناها نحن بظلم بيقول لي كان مثلا عايش بس فعليا بصموا على أوراق هو ما نوعيان أو وقعوا على أوراق هو نقل ملكية بدون ما يكون عنده كل التفاصيل وهي الأوراق فجأة مثلا ظهرت هذا موضوع مختلف تماما هذا بدي أسأل عنه هاي الأوراق مثلا ظهرت فجأة بعد وفاة هيدا الشخص هون كيف بتم التعامل مع القانونية لو الوراق يعني لو الوراق في نقول عاملة نظامية وقانونية برجع بقلك هلأ بالنسبة أول شي بس خليني فيه جزئيات لازم أحكي فيها الوصية لما قلتي أنه بجوز لحظة انفعال ولا هو بلحظة في عنده مشكلة بعقله مثلا أو نتيجة شيء معين نحن من شروط الوصية أنه يكون الموصي شخص مثلا ما هو بمرض موت مثلا أو بمرض عقلي يعني في هاي الأوراق ممكن يكون مضغوطة عمل وصية في حالات نحن بنواجهها نسمع عنها ونشوفها في المجتمع السؤولي ممكن ممكن يصير بس هو عم ينزل يعمل عقد عن كاتب بالعدل عم ينزل يوقع إذا كان مضغوطة عليه وفي حدا بيعرف هاي المعلومة برجع بقلك في مادة بالقانون بتقول البيني على ما ندعى جيبه شهود خلينا نتأكد بس نحن لما مناخد قاعدة عامة الإنسان حر طليق حر الإرادة فهو كتب بإرادته لما في حدا بيقول أنه هذا الحكي صار خارج إرادته للموصي يثبت هذا الشي طبعا القانون معه أما بالنسبة على الجزئية الثانية اللي عم تحكي فيها وهي كتير شي مهم أكيد طبعا أنه ما بحكي عن نقل ملكية عم بحكي عن شخص سليم الإرادة سليم الإدراك وسليم العقل ما عنده مشكلة صحية أو مشكلة عقلية نزل بماء بكامل إرادته لسبب معين عمل عقد بيع شري بينه وبين ابنه مثلا لسبب من الأسباب ونقل له الملكية وصار مثلا هذا العقار بإسم الإبن هي ما بتشبه أبدا أنه ظهرت ورقة فجأة ممكن تكون تبصم علي وهو فاقد للوعي وهذا بيثبت بالخبرة الفنية بيع شري لازم تثبيته لأنه نحن بنقول العقد إذا ما تم تثبيته قانونيا طبعا حتى إذا ما تثبت لسبب معين فهو يقبل الإثبات أو يقبل الأبطال حسب الأدلة اللي بدأ يبرزه شخص فهو ممكن يبطل إذا إجاء حدد دعا أنه هذا العقد وقع بمرض كان الشخص فيه فاقد للوعي تبصم في خبرة فنية القضاء ما أنه بسمع الشهود في عندي موضوع مطابقة التوقيع يعني أنه هذا توقيعه ولا مو توقيعه توقيعه بحالة هو فيه سليم في عندي إثباتات في عندي فترة زمنية تقارير طبية بتثبت أنه الشخص اللي ادعى أنه هذا العقد مزور أعطيني الأدلة وأنا عم بعطي أمثلة عن الأدلة طبعا كل قضية إلى أدلة لا تعد ولا تحصى نحن بالمحاكم منشوف أشياء ما بتختر على بالك بس بالحد الأدنى أنه أنت مريض عطيني أنه سن الوالد كان مريض هالتقارير طبية تثبت فترة زمنية بتاريخ معين أنه بالفعل تاريخ توقيع العقد كان هذا الشخص غايب عن الوعي فإذا نحن ما منعتد بهذا العقد بس نحن نحن نحكي بالحالات العامة اللي ما فيه تزوير هذا التزوير جرم جنائي أصلا يعني هو جنائي الوصف وفي عقوبة حبس وفي عقوبة غرامة هذا موضوع مختلف تماما وبرجع بقول البينة على من ادعى وتثبت يعني إذا كان فيه فعلا فيه تزوير سأنا عم نحكي بالعموم الشخص حر إرادته بيقدر يبيعه ويشتري أمواله على كيفه النقطة اللي كنت مهمة بدي أحكي فيها أنه أنا نازلت عن بيتي لفلان من الناس بعته إياه فهذا البيت ما عاد وأنا عايش هو مانوملكي فأنا وقت بتوفى ما أيضا مانوملكي هو ما بينتمي للميراس أصلا يعني هذا اللعقار طلع خارج الميراس ما عاد فيني أحكي فيه أنا عم بحكي عن الأشياء اللي هي بإسمي وقت يصير وفاة تنتقل للورثة صارت من حق الورثة جزئية من الجزئيات هي الوصية اللي هي تصرف مضاف إلى ما بعد الموت هون وقتا حتى بيقول أنه بيقدر يحكي أنه هدول من حقي أنتي توصيتي أكتر من التلت لفلان هذا الفلان أنا ما أجزت له فأنا ببطل الوصية وما بتتنفذ يعني اليوم هيك أخذنا لمحة سريعة عن تفاصيل الوصية من أستاذر أنا بنا نشكر وجودك معنا مثل العادة وكل المعلومات اللي بتعطينا شكرا إليك سلما أكيد شكرك أستاذر أنا دائما الحديث معك ممتع والوقت بيخلص بسرعة بسيطة فصيل كل الناس بتحب فعلياً يكون عندها اطلاع كتير كبير وخصوصاً القانون السوري قانون منصف وهي التعديلات الأخيرة عم تحول يمكن فعلياً تكون منصفة لآخر درجة شكراً كتير إليك